قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد المرشح البارز في انتخابات الرئاسة إنه اتخذ إصلاحات صعبة لإنقاذ اقتصاد البلاد من شبح انهيار وشيك في السنوات الثلاث الماضية من أجل مصلحة الوطن رغم قلفتها السياسية الباهضة لكن أعتقد أننا في تونس تجنبنا وضعا أكثر صعوبة فقبل ثلاث سنوات بلغ العجز حوالي 7.4% والآن أصبح نحو 3.9% وسينخفض إلى 3% العام المقبل وهو رقم معقول بالنسبة لتونس قيمة العملة عادت لطبيعتها الآن والعجز التجاري يتجه إلى الانخفاض أيضا في الأشهر المقبلة كانت الحكومة قد رفعت في مارس أذار الماضي أسعار البنزين للمرة الخامسة في نحو عام وشهدت البلاد احتجاجات متفرقة في السنوات الأخيرة بسبب بعض الإجراءات التقشفية ويرى الشاهد أن تركيز السياسيين في بلاده يجب أن ينصب على إنجاح الانتقال الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الأمني كي تحجز الديمقراطية الناشئة في بلده مكانا ضمن نادي الديمقراطيات القوية الأمن يحتل المرتبة الأولى في سلم الأولويات لكن أيضا تعزيز الاقتصاد في الأشهر القليلة القادمة سيكون مسألة بالغة الأهمية لأنه إذا كنا نرغب في أن تقفز تونس إلى نادي الديمقراطيات القوية فعلينا الآن العمل على الجانب الاقتصادي والشاهد من أبرز المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري في الخامس عشر من سبتمبر أيلول المقبل عقب وفاة الباجي قائد السبسي أول رئيس منتخب للبلاد ويواجه الشاهد منافسة قوية من بعض المرشحين الآخرين من بينهم عبدالفتاح مورو نائب رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي وعبدالكريم لزبيدي وزير الدفاع إضافة لرئيس الوزراء السابق مهدي جمعة والرئيس السابق المنصف المرزوقي اشتركوا في القناة